نروح مع حضراتكم تاني لكلمة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في تهنئة للشعب المصري بذكرى مرور 70 عام على ثورة 23 من يوليو المريدة قال سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنني على يقين بقوة عزمتنا معا في الاستمرار بخطوات ثبتة في الطريق الذي اخترناه من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة وأكد سيادته أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية البناء والتطوير وتغيير الواقع خلينا نسمع جزء من كلمة سيد الرئيس ونرجع بعد ذلك نكمل الكلام مع حضراتكم إنني على يقين من قوة عزمتنا معا في الاستمرار بخطا ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع جمهورية تؤسس نسقا فكريا وابتماعيا وإنسانيا شاملا وبناء إنسان ومجتمع متطور تسده قيم إنسانية رفعة ورغم تعزم ظروف المعاكسة التي تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير المؤاتية إلا إننا قادرون بإذن الله وبعزمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والصهر على النهود بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية